امتك لاسعين خلاص قلت الجواز جننتها لا بقى حد عارف يتكلم معاها ولا حد حتى عارف يوم اسم بقولك يا سمير ما تجلطش في اختي انا بقولك اهوه وبعدين مش كفاء اللي بيحصل لها ده اه ده انت معاها بقى امعاها ومش معاها دي ده كفاء اني مهر كان هيمد ييده عليها نهار اسود ده بوها عمره معاملها تمام خلاص خليكي معاها اشباعي بيها اهوه انت رايح فين ايه عايزين خيارك غير من هين يعني يرديك اللي بتعمل فيها ده؟ يعني انت يرديكي ان اختك تبهدلني وانا جوز اختها المحل ده كان ملك ابوك الله ارحمه ورسك انتي واخوك ماهش ولو سبناها هيبقى تعمل الحبتين بتوعها هتنسى انك ورسين زيها يا سمير انا عارف بس دي برضو نوس اه نوسى اللي بهدلتني يا نوجة انت بحقك عليها ما تزعلش يا بيت انا خايف عليكي مش عايزين نفضل تحت رحمتها احنا عالنا بتجبر يا نوجة هنعمل ايه بقى لو سواك كنتينر ضحك عليها وتجوزها انا مش فهم انت تقصدي ايه ورسينة مكتوب وما حدش ادريك ده مننا اه ادماني حقك انتي ومهش وانكنت اخوات يا نوجة وانكنت اخوات ايه بتحاسبوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة